ناقش رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع تريب بلسكوغ الرئيس التنفيذي لشركة سكاتيك النيروجية ناقش الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الطاقة المتجددة التابعة للشركة في مصر وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة وأكد رئيس الوزراء أنه يتابع بصورة مستمرة تذليل أي صعوبات قد يكون من شأنها إرجاء أي من مشروعات الشركة سواء المشروعات التي تعمل عليها بالفعل أو المشروعات التي تدرس تنفيذها خلال المرحلة المقبلة ووجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع مع مسؤولي شركة سكاتيك النيروجية وعدد من الوزراء المعنيين لبحث سبل الإصراع في تنفيذ عدد من المشروعات المقترحة